استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية سعادة السفير ستيورد جونز القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى والوفد المرافق له وذلك بحضور سعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل نائب وزير الداخلية وسعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام وسعادة السفير وليام روبك سفير الولايات المتحدة لدى مملكة البحرين وفي بداية اللقاء رحب معالي الوزير بزيارة القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية والتي تأتي تعزيزا للعلاقات الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية منوها إلى أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين وخاصة في المجال الأمني وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وأوجه تعزيز التعاون الأمني بما يخدم مصالح البلدين الصديقين كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك حضر اللقاء مدير المركز المشترك لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية